اخيرا وبعد اشهر من الاستعراضات وتجارب البيت المختلفة نصل لتجربة النسخة النهائية من لعبة كولوف دوتي بلاك اوبس 4 هذه السلسلة العريقة تصل للجزء 15 من بدايتها ضمن سلسلة بلاك اوبس الخاصة وهذا يعتبر الاصدار الخامس هذا الجزء كان بعد تغييرات كبيرة من بدايته واولها التخلي عن الطول الفردي للقصة اللي بالعادة نلعبه بدون ما نتصل بالشبكة وتبرير فريق التطوير هو ان اغلبية اللاعبين كانوا يقضون وقتهم بالطور الجماعي لذلك قرروا تركيز وقتهم على تطوير اللعب الجماعي هذا مش التغيير الوحيد هذا الجزء يعتبر نقلة مهمة للسلسلة بحيث تم الاستغناء عن بعض الامور الجوهرية مثل التعافي الان من الضربات ما صار تلقائي واصبح اليك تستخدم ادوات العلاج عشان تعالج نفسك هذا اول جزء ايضا واول لعبة من شركة ضخمة تقفز الى عالم الباتل رويل وتقدم هذا الطور ضمن لعبتها مع بعضها وتجتمع سوية هذه اللعبة ما راح تكون كولف دوتي بدور طور اللعب الجماعي وهو بالتأكيد هنا جوهر اللعبة كالمعتاد طور اللعب الجماعي يحتوي على ثمان اطوار وهي تعتبر نوعا ما قليلة لكن في المقابل عدد الخرائط كان مرضي جدا بحيث عندنا في اللعبة 14 خريطة للعب الجماعي من بينها اربع خرائط ترجع لجزء بلاك اوبس الاول يشهد هالجزء عودة اطوار لعب الجماعي سابقة مثل هارد بوينت ودوميناشن وعندنا اطوار جديدة بدون شك مثل طور جديد في اللعبة الجماعي اسمه هايست وفكرته مشابهة للعبة كونتر سرايك فهذا الطور يبدأ اللعبه معه مسدس و 500 دولار بس واثناء اللعب تبدأ تجمع اموال وضرب وقتل الاعداء والفوز بالجولة يعطيك المال مساعدة زملائك تعطيك اموال ايضا وتعتبر مساعدة رفاقك من الاضافات الجديدة في اللعبة بحيث لما تنتهي صحة واحد من اللعبين ما يموت مباشرة بل تقدر ان واحد من اصحابه يروح عنده ويقوم ويقومه مثل اللي كان يصير في لعبة جيرزفور عشان تفوز بجولة فهذا الطور لازم تاخذ الحقيبة اللي فيها المال وترسلها لنقطة الاكستراكشن وتقتل جميع افراد الطرف الاخر عند انتهاء كل جولة تستطيع استخدام اموالك لشراء الكثير من المعدات والاسلحة والمساعدات الثانية مثل القصف الجوي هذا الطور كان ممتع جدا لانه يعطي اللاعبين القدرة على التميز في اسلوب القتال عبر قراراتهم لصرف الاموال بين كل جولة والثانية فيمكن شخص يشتري اسلحة وقناة باليدوية بينما شخص اخر يصرف كل فلوسه على شراء مساعدة القصف الجوي ويقتل فيها ثلاث اعداء دفعة واحدة عندنا طور جديد ثاني اسمه كنترول وفكرته مشابهة جدا للعبة اوفر واتش بيكون كل فريق عنده خمس اشخاص وكل فريق عنده خمس وعشرين حياة وبيكون احد الفريقين في وضعية الهجوم والاخر في وضعية الدفاع وعلى المهاجمين الحصول على مهمتين للفز بالجولة بينما على المدافعين يقافهم او قتلهم جميعا حتى تنتهى رواحهم طور الزومبي الشهيري عود من جديد بحيث تواجه افواج من الزومبي تحاول البقاء لعطول مدة ممكنة عندنا ثلاث خرايط خاصة بالزومبي من بداية اللعبة واحدة منهم تعتبر ريميك لاحد خرايط الشهيرة القديمة واصحاب السيزن باس بيحصلون على خريطة رابعة اضافية ما اخذنا الوحيد على هذا الطور هو ان الذكاء الاصطناعي للاعداد ما كان بالمستوى المطلوب بحيث لاحظنا ان بعض الزومبي يتحركون بطريقة غير ذكية تم اضافة مهمات تعليمية وتدريبية للقادمين الجدد لهذا الطور المعروف وهذا من الامور المرحب فيها المختبر يعود لاعداد مشروبات تتفيدك اثناء قتال الزومبي واحد هذه المشروبات الجديدة النادرة مشروب يقوم باحياء جميع اعضاء فريقك الاموات من الاضافات الجديدة في الطور هو امكانية انه يصبح الكمبيوتر جزء من فريقك في حال ما لقيت لعبين ثانين تلعب معاهم من الامور الجديدة ايضا لما تفتح صندوق الاسلحة العشوائي انك ممكن تعطي السلاح لزميلك في حال انك ما كنت تبغى اكيد فقدان طور اللعب الفردي بيأثر على البعض لكن فريق التطوير حب يعطينا شيء ولو قليل للتعوير لذلك عندنا مهمات سبيشالست وهو طور جديد تكون فيه باللعب شخصيات سبيشالست العشرة وتشوف فيديو قبل وبعد انهاء كل شخصية فيديو قصة وهذا الفيديو سي جي وكان صراحة مبهر جدا هذه المهمات تساعدك انك تتعرف على الشخصيات وقدراتها وايضا تتعرف على الخرايط واطوار اللعب المختلفة وحب التنويه ان هذا الطور يكون ضد الكمبيوتر ومش ضد لعبين ثانين ايضا فيه خاصية جديدة بتعجب كثير من اللي يحبون يسجلون مقاطع اللعب حقتهم ان اللعبة تسمح لك تسجل مقاطع اللعب في كل الاطوار المتوفرة اكيد طور اللعب الجماعي تأثر بعدة تغييرات مهمة على نظام اللعب مثلا من الاضافات الجديدة مثلا اللعب ما يتعالج بشكل تلقائي لازم تاخذ علاج وتعالج نفسك من الادوات المتوفرة معاك هذه الاضافة تجينا في طور اللعب الجماعي هذه المرة في كولوف دوتي وكل شخص يملك اداة للعلاج لكن ما يقدر يستخدمها بشكل مستمر لها عداد معين ولما تستخدمها تكون معرض للهجوم وما تقدر تطلق على احد فيبغالك تعرف تماما متى تستخدمها والوقت المناسب ايضا بلاك اوبس تتبع توجه كولوف دوتي جديد وتكون بحذف الطيران والقفز المزدوج وايضا المشي على الجدران اصبحت اكثر كلاسيكية وبعيدة عن التوجهات الجديدة اللي ما استقبلها الجمهور بشكل جيد سابقا اكيد هذه ما رح تكون بلاك اوبس بدون شخصيات سبيشالست وهنا نشوف عندنا في هذا الجزء حضور وجوه جديدة وعودت وجوه قديمة معروفة من العائدين شخصيات مثل نوماد وباتري اما شخصيات جديدة اربعة وهم ريكون واجاكس وكراش وتورك فكرة سبيشالست ان الكل واحد منهم قدرة خاصة مميزة وايضا سلاح خاص وهذا من الاضافات الجديدة فمثلا ريكون يملك قدرة خاصة تكشف جميع الاعداء من خلف الجدران وهذه القدرة تنتقل ايضا للفريق اللي انت تكون معاه وايضا يملك سلاح خاص اسمه سنسر دارت ويقوم بكشف الاعداء ضمن نطاق السلاح على الخريطة المصغرة عشان تستخدم السلاح الخاص لازم تحطه في خانة الادوات اللي هي تنحط فيها القنابل بالعادة وهذا الخيار عليك تاخده لانك بتختار واحدة من الثنتين تفضل السلاح الخاص خذها تفضل القنابل خذها القدرة خاصة بعد استخدامها تحتاج للشحن وهذا ياخذ وقت طويل وهذا ايضا من القرارات الاستراتيجية اللي لازم تفكر فيها وهنا جاء طور الباتل ريال عشان نتكلم عنه اسمه بلاك اوت وهو الطور اللي يشق طريقة بتسبب شعبيته الكبيرة الى سلسلة كولوف دوتي تقدر تلعب الحالك او تقدر تلعب في فريق تعاوني مع اربع لاعبين تحدي ضخم يضم مئة لاعب في كل مرة الهدف انك تبقى على قيد الحياة وحيد في النهاية اللعبة بالتأكيد ما بيكون الطور مرضي بدون اضافة لمسات خاصة من سلسلة كولوف دوتي نفسها ولا بيصير يشبه الاشياء الثانية تماما في البداية عندنا امكانية لعب شخصيات عديدة تجينها مشزاء بلاك اوبس الماضية ايضا من لمسات الجميلة في الطور هو وجود بعض الاماكن في الخريطة الكبيرة اللي تعتبر مستوحى من خرايط شهيرة من اجزاء سلسلة بلاك اوبس كمثال على ذلك خريطة فايرينغ رينج الشهيرة عندنا لمسات خاصة هنا ايضا في اللعبة مثل البركس موجودة في طور الباتل رويل فمثلا في عندنا بيرك اسمه سكالكر ويعطيك سرعة اكبر في حال التحرك وتمستلقي على الارض لما تستخدمه فيستعمل لمدة معينة فقط هنا فعلنا واستمر معنا لمدة 180 ثانية تقدر تستخدم مرتين قبل ما ينتهي تماما عندنا ادوات كثيرة ممكن تستفيد منها مثل حقيبة تسمح لك بحمل ادوات اكثر من العيوب اللي لاحظناها ان العلاج سريع جدا وبالتالي يقدر كل الشخص اخر انه يعالج نفسه بسرعة حتى لو اختبه في لحظة بسيطة من مميزات هذا الطور واللي يخليه مختلف عن اي لعبة باتل رويل اخرى هو سرعة الحركة واللعب مما يزيد الاثارة وهذا ينطبق حتى على النزول المضلي شيء ثاني مهم لازم نقوله ان هذه اللعبة هي الافضل منظرا بين العاب الباتل رويل اللي شفناها كلها للحين ونقدر نلاحظ هذا الشيء في التفاصيل العديدة الرسومية والغرافيكس اللي نشوفها امامنا وهذا رغم ضخامة الخريطة وعدد اللعبين الكثير وهذا طبعا شيء منطقي بحكم قدرة فريق التطوير اللي يطور بلاك اوبس 4 في امر معروف في كولوف دوتي وهو السرعة الكبيرة في المعارك ونظام اللعب هذا جزء تحديدا وضع لمسة استراتيجية على نظام اللعب شكل عام الان عليك ان تضع بالحسمان الكثير من الامور ومنها قدرات فريقك الخاصة وكيف يمكن توظيفها بافضل شكل تخيل نفسك موجود في مكان وقدامك عدو لكن صحتك مش جيدة هل تهجم عليه ولا تعالج نفسك وتفتح المكان لو انه يقدر يطلق عليك ام تنطلق وتنهي عليه مباشرة يعني الخيارات الاستراتيجية راح يكون لها دور كبير هنا في اللعبة بلاك اوبس 4 بدون شك تأثرت بالعديد من التوجهات الجديدة في عالم الالعاب تحديدا الالعاب التصويب نجدها تأثرت بالعاب الباتل رويل وايضا العاب مثل اوفر واتش وتضع تركيز كبير على التناسق بين اعضاء الفريق والسيطرة على المناطق لكن لازم نحط شي في الحسبان وهو ان بلاك اوبس لازالت مختلفة مميزة بطريقتها الخاصة لكنها الان تتيح سلوب يضع لمسة جديدة على كل شي بالنسبة لنا هذا كان ممتع جدا وقدم لنا العديد من ساعات اللعب الرائع لكن كيف يتقبل هذا جمهور السلسلة هذا شيء نكتشفه مع الوقت اشتركوا في القناة